ازايكم هنرجع نتكلم عن موضوع الجلد ديجرس ويعني فين المرأة تدور على خروف دفيع جاد وجاهز شوف معروف دايما وابدا الرجل هو اللي مطلوب منه يصرف على المرأة وملزم بهذا الكلام شرعا وقانونا لازم في نفقة من الرجل للمرأة بس هم بقى بيقولك ايه ان المرأة تساوي الرجل والمساوامة بين الرجل والمرأة ماشا يعني احنا هنعمل نفسنا ما سمعناش الكلام ده هو كده كده عمر ما كان فيه مساوامة بين الرجل والمرأة ومستحيل يبقى فيه مساوامة بين الرجل والمرأة وده مش موضوعنا موضوعنا دلوقت انه المرأة هي اصلا اه المفروض تاخد كل حاجة من الرجل الرجل وما يملك ملكا لزوجاته والمفروض ان المرأة اللي تمشي مع الرجل هي بتستحله بقى تستحله يعني تستحله كل حاجة كل حاجة حلالة حلاله الحكومة تاخد جواله تاخد اكله تاخد شربه تاخد لبسه تاخد جزمته تاخد بطاقة الصراف تاخد تاخد كل شيء يبقى هو ده الموضوع الموضوع كله عبارة عن نهب وسلب واحتلال واغتصاب كده فالمرأة الشاطرة في وجهة نظر اي حد هي المرأة اللي بتحتله جوزها او بتحتله حبيبها وغصب عنها او غصب عنه مش عنها غصب عنه ان يوفر لها كل شيء سواء بقى هو ماشي معاها هو صديقها هو خوية هو عشيقة هو حبيبها هو زوجها تحت اي مسمى المفروض ان المرأة تكون جلد دجر وعشان تكون جلد دجر حفرت الذهب هي عمرأة ما تعطي وجهه للأشكال الفقرانين التفرانين الكحيانين الجعانين الشحاتين يبقى الفئة دي فئة الجعانين الشحاتين التفرانين المنحة الكحيانين عمرأة ما تمشي معاها الفئة دي نعمل عليها كده بلوك للناس التفرانين بتدور على الناس اللي معاهم فلوسه بس والجدين في الصرف هو يكون معاه فلوس ويكون مستعد ان هو يصرف ومستعد ان هو يضيع الفلوس على رقم اتنين او رقم تلاتة هل فعلا في رجالة مستعدة تضيع فلوسها على النسواء طبع على افا من يشيء يا كتر الرجالة اللي مستعين يضيعوا فلوسه مع النسواء هل الكلام ده موجوده منتشئ طبعا في ناس كتير كرجال اصلا مش لقين نسوان في حياتهم يا حول الله عندهم صعوبة في تكوين علاقة عاطفية او علاقة زوجية هو عنده اكتئاب هو عنده وسواس هو عنده توحد هو متخلف عقليا هو ما بيعرفش يتكلم هو اللسانه ملسوع بالنار كان بيأكل سد الحنك وصغير ما بيعرفش يتكلم مع النسواء محتاج بقى واحدة تيجي تتكلم معاه وتطلعوا من الجو الزبالة اللي هو عايش فيه وحياته الزبالة دي خلاص هو رجل قادر مقتدر عنده صحة عنده فلوس ولكنه يفتقد الى الحالة العاطفية وبالتالي هنا البنت او المرأة تدخل من الجانب ده خلاص هي هتوفر له العاطفة والحب والاهتمام في مقابل ان هي تشفط فلوسه باختصار كده الموضوع ده منتشر في اليابان وانا هحطو لكم الصور اللي بتكلم عن الكلام ده قال رقم اتنين او رقم تلاتة هل فعلا فيه رجالة مستعدة تضيع فلوسها عن نسواء طبع على افا من يشيء يا كتر الرجالة اللي مستعين يضيعوا فلوسهم عن نسواء هل الكلام ده موجوده منتشر طبعا فيه ناس كتير كرجال اصلا مش لقيه النسوان في حياته يا حول الله عندهم صعوبة في تكوين علاقة عاطفية او علاقة زوجية هو عنده اكتئاب هو عنده وسواس هو عنده توحد هو متخلف عقليا هو ما بيعرفش تكلم هو لسانه ملسوع بالنار كان بيأكل سد الحنك وصغير ما بيعرفش تكلم مع نسواء محتاج بقى واحدة تيجي تتكلم معاه وتطلعوا من الجو الزبالة اللي هو عايش فيه وحياته الزبالة دي خلاص هو رجل قادر مقتدر عنده صحة عنده فلوس ولكنه يفتقد الى الحالة العاطفية وبالتالي هنا البنت او المرأة تدخل من الجانب ده خلاص هي هتوفر له العاطفة والحب والاهتمام في مقابل ان هي تشفط فلوسه باختصار كده الموضوع ده منتشر في اليابان وانا هحطو لكم الصور اللي بتتكلم عن الكلام ده هم عندهم حاجة اسمها الهوس بطلبة المدارس البنت اللي عنده مثلا 17-18 سنة تقعد مع الرجال البالغ العاقل اللي هو من 40 سنة الى 50 سنة هو بيدور بقى على واحدة كده لسه صغنطوطة فيها حيوية وشباب ترجع له شبابه وعشان يرضي الغريزة انه هو لسه معجب به او انه هو لسه يعني سوقه ماشي انه هو لسه يعني مثير للانتباه ومثير للإعجاب وانه فيه ناس فعلا تثني عليه وتمدحه وتمدحه وتتكلم عنه انه هو كويس وانه هو حلو وانه هو جميل باختصار يعني فهنا الموضوع كله موضوع انه فيه فراغ عاطفي استغلال الفراغ العاطفي الموجود عند بعض الرجال فيه نسوان شاطرين جدا في الموضوع ده هي تعرف كيف تغرر الرجل كيف تشفط الرجل كيف تاخد فلوس الرجل كيف تلف عليه زي التعبان كده هحط لكم صورة التعبان اللي بيلفة على الضحية بتعمل زي لوبك تلف عليه يعني وفي كل الاحتمالات في كل الظروفة في كل الاحتمالات الرجل هو يعني مصدر دخل كبير قوي للمرأة كخروف وكزوج وكاب وكاخ وكصديق وكأي حاجة ان المرأة تصرف فلوس على الرجل ده الشئ الاستثنائي او ده الشئ الإشاذ عن القعدة القعدة بتقول الرجال قوامون على النساء الاية في القرآن بتقول كيته الرجال قوامون على النساء هم اللي مطلوب عنه هم المطلوب من الرجال هم اللي حاربوا هم اللي ينضموا للجيش وهم اللي يموتوا فى الحرب هم اللي يطلع دين ابوهم هم اللي يعملوا كل حاجة المفروض النسوان ما تعملش حاجة. هو ده المفروض. هو الدين بيقول كده. لكن بقى مو معناته انك تحرم النسوان من العمل. لا طبعا. المرأة اشتغلت او ما اشتغلتش هي مو ملزمة. انها تصرف على زوجها. مو ملزمة. لا شرعا ولا قانونة. ولكن المفروض ان هو يتجوز امرأة بقى. لازا كان فيه امرأة اصلا. يعني ماشي. يعني تجيك واحدة غفير من العسكر والغفرة وتقول لك انا امرأة. انت ممكن تكون امرأة بس احنا مش حاسين. المهم ملخص الموضوع ده اي جلد دجر لازم يعني حفارة الذهب. جلد دجر يعني حفارة الذهب. اللي بتدور على الفلوس في جيب الرجالة. اللي بتفشخ الرجالة وتاخد فلوسه. اللي بتسحب فلوس الرجال. هي دي ما هو تعرف الجلد دجر. الجلد دجر هي امرأة بتفشخ الرجال وتاخد فلوسه. بس اختصار كده تحت اي مسمى وتحت اي سبب وباي حجة وباي اسلوب وبأي طريقة كانت تاخد فلوس تاخد سيارة تاخد هدايا تاخد ساعات تاخد ذهب تاخد اكسسورات تاخد هدايا تاخد عفريد تاخد شيطين تاخد اي حاجة المهم ان هو بالاول وفي الاخر استغلال الرجوع هو بقى يعني سواء هو فاضي او مش فاضي هو محتاج او مش محتاج هي بتفرض وجوده يعني في كل الظروف وفي كل الاحتمالات هي بتعرف تختار الضحية المناسبة والشخص المناسب وتختار يعني الوقت والزمن والمكان دي صنع يا جماعة زي ما انا حطط لكم الصورة بتاعت الاناكندة الافعة الكبيرة وهي بتلف عالتمساح كده وتعصره وتاخده او تبلع او تقتله نفس النظام لما تجيب امرأة من برج العقرب وتسلطها على رجل تفضل تلف زي الشيطان حواليه زي التعبانك تلف 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 لحد ما تستولي عليه لحد ما يعني تسيطر عليه كاملة وخلاص بقى تلعب في دماغه تخليه يبيع لها الارض يبيع لها البيت يكتب لها البيت باسمه ولا باسمها مادري يكتب لها السيارة باسمها يكتب لها للشركة باسمها يبيع لها اسهم في الشركة باسمها كده بالزبط يعني هي باختصار واحدة بتدور على خروف جاهز للتخصيب والاخصاب خروف جاهز للسلخ والدبح بس ادو كل ما في الموضوع كيف تبحثين عن خروف دفيع جاهز للدفع والشنكعة ويعني كيف تاخد فلوس بس ادو كل ما في الموضوع